اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالاهتمام الكبير الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ما أكسب المملكة وملكة السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية بفضل هذه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله وثمن سموه الجهود الحثيثة للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يعمل بكل جد على احتواء ومنع انتشار وباء كورونا في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس كما شاد سموه بالمبادرات المجتمعية التي يقوم بها المواطنون للتصدي لوباء كورونا والتتقيف بمخاطره وطرق تجنبه مواكد سموه بأن التزام المواطنين والمقيمين في البحرين والامتثال للتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا والإجراءات الاحترازية هي خط الدفاع الأول للتصدي لهذا الوباء جاء ذلك بمناسبة المبادرة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بإنتاج كمامات الوجه بالتعاون مع الأسر المنتجة المنتسبة للمؤسسة وبإشراف من وزارة الصحة وقال سموه بأن ما يقوم به العديد من النشطاء الوطنيين في وسائل التواصل الاجتماعي من بث المقاطع التصويرية واللقطات الفنية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مع ضرورة تحري نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الآمنة يسهم بشكل كبير في تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي وصد الإشاعات والأخبار المغلوطة في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم أجمع حيث أن وباء كورونا لا يفرق بين عرق أو دين أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة وهو ما يستوجب تضافر الجهود لمكافحته والتصدي له بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وقد اثبتت مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة وشعبها الوعي على ريادتها في هذا الشأن من جانبه قال الدكتور مصطفى السيد ألمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنه من منطلق التزام المؤسسة بتوجيهات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 التي أصدرتها وزارة الصحة لمنع انتشار الوفاء فقد تم الاتفاق مع عدد من الأسر المنتجة وأحد مشاغل الخياطة المتعاونة مع المؤسسة لإنتاج كمامات الوجه بإشراف وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة وفعالية هذه الكمامات والتي سيتم توزيع الدفعة الأولى منها على العمال في مواقع عملهم ومساكنهم لما تتطلبه ظروف عملهم من تنقل واختلاط قد يعرضهم لخطر الإصابة بهذا الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر